انقذوا سعد محمد هاشتاج يطالب ادارة نادي الزمالك بعلاج لاعبي المصاب اللاعب بتاعه المصاب بالسرطان ادي الحقيقة اللاعب انقذوا سعد محمد تصريحات والده النادي تهرب من مصاريف علاج ابني لا حول الاقوات الا بالله العظيم عشان كده الحقيقة الناس طلعوا هاشتاج او طلعوا نداء انقذوا سعد محمد لاعب الزمالك هاشتاج يطالب ادارة نادي الزمالك بعلاج لاعبها المصاب بالسرطان انا السؤال بقى وشكرا للكابتل شيكابالا والله انه ظهروا او دعموا بالشكل ده الفكرة ان فيه لاعيبة كتير برضو كرة بيتم اهمالهم وبيموتوا بندون دعم اذا كان ده لاعب نادي الزمالك فمن يومين في نادي بلطيم توفى لاعب بعد صراع مع السرطان المعدة اهو وفاة لاعب نادي بلطيم بعد صراع مع السرطان المعدة وده طبعا اغلب من الغلب اذا كان لاعب نادي الزمالك ما كانش لاقي او مش لاقي حد يدعمه السؤال باسأله لوزير الشباب والرياضة اين وزارة الشباب والرياضة السؤال باسأله لنقابة الرياضيين اين هؤلاء السؤال باسأله لكل اللعيبة اللي بتاخد ملايين زميلكم وقع كل اللعيبة اللي بتتعاقد على ملايين اسمه ايه علي اللعب بتاع كرداسة ده اللي هو كان في الاهلي وراح نادي بيرامدز الشاب الصغير ده اللي خاد مش عارف 25 مليون اللي هو كان بلعب في الاهلي رمضان صبحي رمضان صبحي وعبدالله السعيد وكل اللعب وبيرامدز ده زميلكم سيبك من زمالك واهلي وفي الاخر بني ادم انت مختلفين في الملعب بس لكن متفقين في كل حاجة اين اللعيبة بقى اللي بتاخد ملايين انا مش هزاقول كلمة ممكن تدقيق لعيبة كتير جدا صدقوني لو بتريكا كان موجود في مصر كان هوقف جنب اللعب ده انما مش للدرجات دي فيه في مصر لعيبة اغنية واسريقة جدا وفاتحين مشاريع سيبك من نادي الزمالك خلاص وقع انما زميلك وقع ما توقفيش جنبه